شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مدى للناس مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير النقوب عليهم ولا الطالين آمين ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهبون وكذلك جعلنا بكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخفا القول برورا ولو شاء ربك ما فعلهم فذروا وما يفترون ولتصرى إليه أفئلة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليغضوا وليغترفوا ما هم مكترفون أفغير الله أبتني حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب فالصلاة والذين آتيناه الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكون لنا الممتدين وتمت كلمة ربك صدقا وعليلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تتر أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما كرس الله عليه كنتم بآياتهم منهين وما لكم ألا تأكلوا مما يكرص الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضللتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوالهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطلا إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أولياءهم ليجالبوكم وإن أقعتمهم إنكم لمشقون أرى من كان ميتا فاحيناه وجعلنا له نورا يرشي به في الناس كمن نخذه في الظلمات ليس بطارهم منها كذلك ذهين بالكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكادر وجرميها لينكروا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتم آية قالوا لن نومن حتى نتابث لما نوت أو سلوه الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغر عند الله وعذاهم شديد بما كانوا يبكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صغره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صغره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله رسال الذين لا يؤمنون وهذا صغره ربك مستقيما قد فصلنا الآلات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم أشعرهم جميعهم يا معشر لني قد استكثرتم من الجنس وقال أولياؤهم من الجنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا جلد الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك مولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يمسكون يا معشر لني والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مذلك القرى بظلم وأهوى وعفلون ولكل درجات مما عملوه وما ربك الغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة يشعر ذلكم ويستغلف من بعضكم ما يشاء كما أنشاءكم من ذرية قوم آخرين إنما تعرضون لآتموا وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاكلة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله إنا ذرى من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهم يصل إلى شركائهم سألا يحكمون وكذلك زيال كثير من المشركين قتل أولاد شركاتهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعنه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطرمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حر من ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكون ميتة فهم في شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشى جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مفترفا كلوا والزيتون والمال متشارئا وغير متشارئ كلوا من زمنه إذا أثمر ولا تحققوا يوم حصانه ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقهم الله ولا تتبعوا قواة الشيطان إنه لكم عدو مبين فآلية أسواجا من الضأن اثنين ومن المغز اثنين قل آذ ذكري حرما من هنثيين أم اشتبرت عليه أرحام الهنثيين نبهوني بعلم إن كنتم صادقين قل آذ ذكري حرما من هنثيين أم اشتبرت عليه أرحام الهنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أرهم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغيب علم إن الله لا يهب القوم الظالمين قل لا أجل فيما أرحي إليه حرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسروحا أو لحم خنزين فإنه لجسر أو فسقا إلا لغير الله فمن اضطر غير باه ولا آده فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعهم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوا كفقوا ربكم ذو رحلة واسعة ولا يرد بأس عن قوم المجرمين سيقول الذين أشربوا لو شاء الله ما أشربنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاموا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوننا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالرة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلون شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرب هذا فإن تشهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآجرة وهم بربهم يعبلون قل تعالوا أتنوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوادين أحسانا ولا تقتلوا أمواء أولادكم من ذلك نحن نرزدكم وإياهم ولا تقرقوا الفراحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعطلون ولا تقرقوا ما لليتي إلا بالتي أحسن حتى يغلوها شدًا وأوفوا الكيل والميزان بالقصط لا نكلف نفسا إلا نسعها وإذا قلتم فاضلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلك نصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا الصول فتفرق بكم عن سبيله ذلك نصاكم به لعلكم تلتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلنا مبارك فاتبعوه فاتبعوه وتقول لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند غرستهم لغافلين أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وغدا ورحمة فمن أرهم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجد الذين يصدفون عن آيات الأسوء والعذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتي يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ترى لا ينفع نفسا إيمانها لن تكن آمنت من قبل أو كسبت في مالها خيرا قل انتظروا إنا انتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبيهم بما كانوا يفعلون من جاء للحسنة فلو عشر أمثالها ومن جاء للسيئة فلا يجذى إلا مثلها وهم لا يقومون قل إنني أداني ربي إلى صراط مستقيم دينهم قيما ملة إبراهيم حديثا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك من وبذلك همرت وأنا أول مسلمين قل أخير الله أبعي ربا وهو رب كل شريك لا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزم آخرات وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خدائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العطاب وإنه لغفور رحيم أَلِفْ لَا مِنْ صَادَ كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُمْ فِي صَدَرِكَ حَرْجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا قَلِيلًا مَا تَلَكَّهُونَ وَكَمْ مِنْ قُرْيَةٍ أَهْلَنَاهَا فَجَاءَا بَأْسُنَا ضَيَاتًا أَمْ هُمْ قَاهِونَ فَمَا كَانَ دَرَّهُمْ إِذْ يَا أَمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْقَرُوا إِنَّا كُنَّا عَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ رُسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَلَكُصَنَّ عَلِيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِمِينَ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازين فأولئك هم المفلقون ومن خفت موازين فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآيات لا يرزمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها مع عيش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صرهناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا للآدمة فسجدوا فسجدوا إلا عبليس رأيكم من السادرين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقت من نار وخلقته من طيل قال فاهبط منها فما يقول لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصابرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغيتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج إنها مظهوما مدعورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدمسكم أنت وذوجك الجنة فقلا من حيث جدتنا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما لا أوري عنهما من سوءاتهما وقال ما لهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الظالمين وقاسمهما إني لكما لمن الناس حين فدلناهما بغرور فلما ذاق الشجرة كذلت لهما سوءاتهما وطفقا يرصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما أمنأناهما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عنهم مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنهنن من الخاسرين قال اهدتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس أيواني سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج بأيكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتيما إنه يراكم ورقبينه من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أمانا والله وأمرنا بها قل إن الله لا يؤمن بالفحشان أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوا مخلصينهم الدين كما بناكم تعودون فريقا ألا وفريقا حق عليهم طلالا إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجده وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما غأر منها وما بطن والإذن والبغي بغير الحق وأن تشكوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا كان أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتي أنكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن انتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستقدموا عنها أولئك أصحروا النار هم فيها خالدون فمن أرم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينامهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتم رسلنا يترفعونهم قالوا قالوا أينما كنتم تنرون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشاهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الدن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت اختها حتى أحد الداركم فيها جميعا قالت أخراهم لأولئهم ربنا لا يؤلاء من أغلونا فآتيم عنا من ذرفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولئهم لأولئهم فما كان لكم علينا من ذرفا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أمواب السماء ولا ينخرون الجنة ولا ينخرون الجنة حتى يرجى الجنة في سم الخيارات وكذلك نجزي المجردين لهم من جهنم بها دوم ومن فوقه الرواس وكذلك نجزي المجردين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكلف نفسا إلا وسعبا أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون ونزعنا ما في سدورهم من مل تجد من تحتها التحديم الأنفا وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لونا أن هدان الله لقد جاءت مصر ربنا بالحق ونجروا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ولنا أصحاب الجنة أصحاب النار أنهم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما عاد ربكم حقا قالوا نعم فأذنوا أذن بينهم ألعنت الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويتخذها الذين يصدون عن سبيل الله وأنهونها عمجا وهم بالآشرة كافرون وبينهما حجابا وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونالوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدفلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونالوا أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما يركم بما قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهواهم ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسلوا لقاع يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد لناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويل يوم يأتي تأويله يقول الذين لسروا من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فألمنا من شفعاء فيشرع لنا أو رد فنعمل فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خصبوا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفتغون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والغرب في ستة أيام ثم استغى على العرش يبشي الليل النهار يقلبه حفيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات لأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي ينسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سدقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا محمد إلى قرمه فقال يا قوم أهدوا الله ما لكم من إله غير إني أخاف عليكم عذاب يوم العظيم قال البلغ من قومه إنا لنراك في ظلاء مبين قال يا قوم ليس لي ظلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو أجلتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينفركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوا فأنجينا هو الذين معه في الفلك وأغرحنا الذين كذبوا وأغرحنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى قابل أفرهم قال يا قوم أعبد الله ما لكم من جنان ويب أفلا تتقون قال البلغ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجلت من جاءكم ذكر من ربكم على وجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم الموح وزالكم في الخلق بسطا فاذكروا آلا الله إن علكم تفلحون قالوا أجهتنا لنعبد الله أحده ونذر ما كان يقول آباؤنا فاعتنا بما تعلنا إن كنت من الصالحين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء إن سميتمها سميتمها أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظموا إني معكم من الملتظمين فآجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دائما الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى فهونا أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله وعير قد جاءتكم بينكم من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروا ما تأكل في أرض الله ولا تنسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ دعلكم خلفاء من بارعان وموأكم في الأرض تتخذون من سرورها بصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلام الله ولا تعثموا في الأرض مفسقين قال الملأ الذين استكبروا من قومين الذين استبعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما رسله مؤمنون قالوا الناقة وعاتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ارتنا بما تعدنا كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناس حين ولو طلب قال لقومي أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها منها أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم هناس يتظهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطارا فانظر كيف كان عاقبة المجهبين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم أعبدوا ما لكم من إله غيره قد جاءتكم مينة من ربكم فأغفوا الكيل والميزان ولا تلخصوا الناس أشياء ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن لي وتذبونها حواجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وعظوا كيف كان عاقبة المسلمين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله